اشتركوا في القناة اما بعد فاحييكم ايها المشاهدون والمشاهدات واسأل الله تعالى ان يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه لعلي ان اذكركم ببعض ثمرات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان الله تعالى قد جعل لكل عمل صالح ثمرة وجعل هذه الثمرة في الدنيا وجعلها كذلك في الاخرة من اجل ان يسبق اليها المسلم ومن اجل ان يداوم عليها وان يكون من اهلها من الثمرات الاستجابة لامر الله عز وجل فانه امر بالامر بالمعروف عن المنكر في قوله ولتكن امر ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والاستجابة كذلك لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله وما اتاكم الرسول فاخذوا وقال عليه الصلاة والسلام من يطيعني فقد اطاع الله من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يشكن الله ان يرسل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا الله فلا يستجاب لكم ومن ثمرات الامر بالمعروف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه امر ونهى منذ ان قال الله عز وجل له يا ايها المدثر على جميع المستويات فانه دعا الافراد ودعا الجماعات ودعا الصغار ودعاء الكبار ودعاء الذكور ودعاء الاناث ودعاء العرب ودعاء العجم ودعاء الابيض ودعاء الاسود ونشهد بالله انه بلغ الرسالة وانه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك شقي ومنهجه في الدعوة منهج ينبغي ان يتبناه اهل العلم وطلاب العلم وان يتبناه كل انسان ولو لم يكن الا الانكار بالقلب ومن الثمرات الاقتداء بالنبياء عليهم الصلاة والسلام فانهم اسواتنا وهم قدواتنا وهم معلمونا وينبغي ان نحذو حذوهم وان نسير على سيرهم وان نقتدي بهم فان لنا فيهم اسوة حسنة كل الانبياء قاموا بهذا الواجب وما عذبوا وما غربوا وما اوذوا وما نشروا بالمناشير ولا طوردوا الا بسبب قيامهم بهذا الواجب فهم قدوات لنا نسير على اثرهم نوح عليه السلام تسعمية وخمسين سنة يدعو ولم يؤمن معه الا القليل حتى ان اكثر ما قيلنا الذين امنوا معه حوالي ثمانين فقط بعد تسعمية وخمسين سنة لانه ادى الواجب على اكمل وجه فنقتدي بهم عليهم السلام وهم اسوات لنا وقدوات وعذبوا وشردوا بسبب هذه الدعوة نوح يضربونه حتى تسيل الدماء من وجهه فيمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ابراهيم يلقونه في النار فيقول حسبي الله نعم الوكيل موسى يلجؤونه الى البحر فيقول كلا ان معي ربي سيهدين زكريا ينشرونه بالمنشار يحيى يقتلونه بجانب ابيه يتعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم بسبب دعوته وامره بالمعروف نهع المنكر لحوالي ثلاث عشرة محاولة اغتيال لكنه مع ذلك قام بهذا الواجب حتى اتاه اليقين جاءه الموت وهو يقول الصلاة وما ملكت ايمانكم وغادر الدنيا على النصيحة وعلى الامر بالمعروف نع المنكر بلغها لجميع طبقات الناس طفل صغير في سبع سنوات يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ابن عباس خلفه على الدابة يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله يقول يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وهو رديفه على الحمار الى غير ذلك اذا الاقتداء بالانبياء من الثمرات الاتصاف بصفة الايمان الحقة لان الله لما وصف المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والبراءة من النفاق ومن اهل النفاق اهل الدرك الاسفل من النار الملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا لانهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لن يكون التمكين في الارض الا بالقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيا من يريد ان يمكن في الارض ينبغي ان تقوم بهذه الشعيرة على الوجه المطلوب ولينصر ان الله من ينصره ان الله لقوي العزيز الذين انمكنناه بالارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور بل العبد اذا دعا ربه عز وجل يشترط في اجابة الدعوة شرطين او يشترط شرطان الشرط الاول توفر اسباب الاجابة الشرط الثاني انتفاء موانع الاجابة وقد قال العلماء الامر بالمعروف توفر الاسباب والنهي عن المنكر انتفاء الموانع ولذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يرسل عليكم عقابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا الله فلا يستجاب لكم ومن ثمرات الامر بالمعروف عن المنكر الخيرية ليكون من الاخيار خيرية في قلبه خيرية في لسانه خيرية في نظره خيرية في سمعه خيرية في حياته خيرية في تعامله خيرية في بذله ليكون من الاخيار الله عز وجل وصف الانبياء بالخيرية قال واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وقال واذكر اسماعيل واليسع وذلكفلي وكل من الأخيار فهو اصطفاء واجتباء ليكون من الأخيار وممن هم من أهل الخير الذين اصطفاهم الله واجتباهم ولذلك يقول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والخير هو ما يرغب فيه ويختار ويقدم على غيره وأول كلمة قالها آدم هي الخير لأنه عليه السلام لما نفخ فيه الروح وقعت على رأسه ثم على عينيه فأبصر ثم على أنفه فعطس ثم على لسانه فحمد الله فأول كلمة قالها هي الحمد لله وهي خير قال نضع سلم خير الكلام أربع وذكر منها الحمد لله فهي خير وخير يعني أو أول ما حصل به التعامل بين المخلوقات هو الخير وهو السلام قال لي آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فينبغي المسلم أن يعرف هذه الثمرات ليكون من الأخيار ولتكن له الخيرية في حياته وفي مجتمعه وتبقى الأمة محفوظة والأمة رائدة والأمة سائدة والأمة صاحبة شأن والأمة مقدمة على غيرها بهذا الواجب العظيم وبهذه الشعيرة أسأل الله تعالى أن يجعلها أمة رائدة قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يمكنها من ذلك وأن يوفق ولاة أمرنا كما هو دابهم في دعمها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر